نصائح لمواجهة غثيان الصباح من أوائل الملاحظات اللي هتلفت نظرك في بداية الحمل بعد انقطاع الدورة الشهرية هو الشعور بالغثيان وشرحنا لحضرتك في حلقة سابقة وقلنا أن الغثيان معناها الرغبة في القيء أنه هو عفوا يعني أنك تبقي حاسة أنك عايزة ترجعي والحيان الغثيان واللي بيكون مصحوب أحيانا بالقيء أو لأ بيعتبر من أول وأشهر أعراض الحمل عند كتير جدا من الزوجات الحوامل ورغم أنه هم ممكن يحسوا به زي ما قلنا على مدار اليوم إلا أنه أحيانا بيكون ظاهر أكتر في بداية اليوم علشان كده أطلق عليه طبيا أو علميا اسم مرض الصباح أو مورنينج سيكنس على فكرة غثيان الصباح واللي ممكن يظهر بداية من الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل هو مش مرض مش مرض لكنه مجرد عرض من أعراض الحمل وده إذا ظهر لأن 25% من الزوجات الحوامل ما بيظهرش عندهم هذا العرض على الإطلاق وبشكل عام بيختفي مع نهاية الفصل الأول من الحمل وتحديدا في حدود يعني نهاية الأسبوع التلاتاشر من الحمل طيب غثيان الصباح ده تفسيره إيه؟ الحياة أنه مالوش تفسير أو سبب طبي واضح لكن أقرب التفسيرات الطبية بترجعه إلى إفراز هرمون الحمل اللي هو اسمه HCG أنا مش عايز أي زوجة حامل تقلق من الغثيان ده لأنه مش مضر لا ليكي ولا للجنين هو مجرد عرض وعرض مزعج أنا معاكو بس هو مجرد عرض وطبعا غثيان الصباح مش لازم يمنعك أنك تكلي بطريقة صحية وعشان يعني عشان كده بننصحك بقى أنك تكلي وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم يعني مش لازم تكلي كمية كلي لقيمات كده يعني الفترة بدل يعودي كلي على مدار اليوم بس مش كميات كبيرة خلاص تاني نصيحة بخصوص الأكل أن ما يكونش الأكل اللي بتكليه في دهون أكتر حاجات بتفيد في الوقت ده الأنواع من البسكوتات البسكوت اللي هو الناشف البسكوت والتوست الناشف وكمان البطاطس من أكتر الأطعمة اللي ممكن تقاوم الإحساس بالغثيان بننصحك أنه دايما يكون جنبك شيء منهم خلي جنبك على السرير جنبك وانت قاعدة في الأنتريك كلام ده كله يعني لازم يبقى جنبك حاجة من النواشف دي خلاص أول ما تبتدي تحسي أن الإحساس ده هيجي يعني غياري الإحساس ده على طول وكل حاجة منه على فكرة الزنجبيل أو الجنزبيل اللي هو الجنجر يعني من أكتر الأطعمة أو أكتر المواد الغذائية اللي بتقاوم غثيان الصباح وممكن نستخدمه بكذا شكل يعني هو ممكن يستخدم في المشروبات يعني مشروب زي الشاي كده الخفيف أو ممكن حتى بيتحط أحيانا في المخبوزات زي البسكوت أو كده الجنزبيل ده بيساعد جدا على تقليل الإحساس بغثيان الصباح بس مش لازم ناكل منه كميات كبيرة أنا بتكلم يعني أنه لما بيتبشر بيبقى مثل البودرة كده برضو غثيان الصباح بيسبب زيادة في إفراز اللعاب في الفم فمن أكتر الحاجات اللي بتقاوم ده هو أنك تحطي في بقك كده الأقراص الحلويات اللي هي البنبوني يعني الحاجات اللي متصنعة من اللمون الحاجات اللي متصنعة من اللمون بتساعد جدا في طرد هذا الإحساس أو إبعاد هذا الإحساس بعض السيدات برضو في الحمل في الفترة دي بيكون عندهم مشاكل مع معجون الأسنان بتاعه يعني فجأة كده تلاقي أن المعجون الأسنان اللي حديك بتستخدميه ابتدى هو لما بتستخدميه بيثير إحساس الغثيان ده عندك ببساطة غيري على طول نوع معجون السنان ده يعني قصدي ما تشكيش في حاجة يعني غيري على طول ده عرض بيجي لناس كتير قوي أخيرا ممكن تسألي بقى طبيبك عن بعض أنواع الربطات الطبية عارفين حاجات كده بتطربت في الإيد مكان الساعة كده بس بتبقى أقمشة وحاجات معمولة كده معينة دي طلعت كده يعني في الفترة الأخيرة وقيل من يعني من اللي عملوها ومن اللي جربوها من الزوجات الحوامل إنها بتخفف من تأثير الغثيان عند بعض الزوجات الحوامل تمام؟ يعني جربيها بس دي اعمليها بإشراف طبي عشان ما تعمليش مثلا حاجة تضغط على حاجة في الأعصاب بتاعت الإيد عندك أو ما أو ما شابه يعني فاهمين قصدي؟ يعني اعملوا الحاجات دي واسألي طبيبك هل دي حاجات ليها جدوى؟ لأن في منها حاجات طبية يعني بتبقى واخدة أبروفل أو واخدة موافقات طبية فاهمين قصدي؟ بشكل عام يعني احنا كل اللي احنا قلناه دي نصائح لتقليل هذا الإحساس لكن خلي عندك قناعة ويقين تأكد يعني إن هذا الإحساس المزعج بيختفي تماما مع نهاية الفصل الأول من الحمل اللي هو بيكون في حدود الأسبوع الـ 12 اللي هو نهاية الشهر الثالث من الحمل في أدوية بقى كمان بتتاخد بس دي في حالات لما الموضوع بقى إنه يبقى الغثيان أو القيء لقدر الله يمنعك من الأكل ففي الحالة اللي زي دي بقى الطبيب بيقولك بقى على أنواع معانم الأدوية لدرجة إنه فيه حتى لزقات كده بتتحطى على اللسان مع الأكل بتقلل هذا الإحساس بس أنا بقولك أهو ما تخديش حاجة من نفسك الطبيب أو الطبيبة اللي بيتابعوك في الحمل هم اللي هيشوفوا أنت محتاجة إيه وهيدهولك من أول النصائح الغذائية اللي احنا قلناها لحضرتك مرورا بأي إجراء تاني من شأنه أنه هيخفف عنك هذا الإحساس المزعج